منتخبنا الوطني تعادل مع غينيا بساو بهدف لكل فريق هم تقدموا ونحن تعادلنا والتعادل في المجمل كانت نتيجة إيجابية بالنظر لظروف المجموعة وبالنظر لأن احنا قدمنا أداء أفضل في الشروط الثاني من الشروط الأولاني وبالنظر كمان لأن صدرتنا مازالت مبتعدة حتى عن أقرب ملاحقين اللي هو سواء غينيا بساو أو منتخب بوركينا فاسو غينيا بساو تحديدا ولكن بعيدا عن الأمور الفنية اللي هنتكلم كمان شوية عنها على مستوى علاقة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن حسام حسن مع الإعلام والمحللين والجمهور ربما هو الكابتن حسام حسن طول الفترة اللي من أول ما تولى المسئولية بل حتى لما كان اسمه بيبقى مجرد مرشح بيتكلم على أنه أنا نفسي آجي عشان أفرح الشعب عشان أفرح الناس دي ولما تولى المسئولية كانت رسالته الأولى هو أن أنا مبسوط جدا أن أنا جاي بقرار الشعب وأن أنا جاي عشان أفرح الشعب ده ولما كانت بتنزل فيديوهات للكابتن حسام حسن حتى من داخل السيارة اللي هو موجود فيها قدام جمهور ماشي وبيقول له يا عميد يا عميد يا كابتن حسام منتخبنا وكذا 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 كان بيبص للكاميرا ويقول أنه أنا جاي علشان الناس دي فبالتالي القصة دي هنا منتهية محسومة لكن حتى الناس دي بالنظر للفترة اللي جاية هنلاقي منهم الناس اللي مبسوطة جدا بأداء المنتخب ومنهم الناس اللي متضايقة من أداء المنتخب منهم الناس اللي هتبقى ما عندهاش مشكلة في نتيجة وحدة سلبية لأنه اللي جاي ممكن يبقى أحسن ومنهم الناس اللي هيبقى بالنسبة لهم النتيجة الوحدة السلبية حتى لو كانت في وسط نتائج كتيرة إيجابية لا أنا منتخب مصر ما ينفعش أخسر منهم الناس اللي يعجبهم جدا أن النتائج تبقى أهم حاجة وأول أولوية لكن في منهم الناس اللي هيقول لك أنا أكسب بس أنا منتخب مصر أنا لازم أكسب وألعب حلو كمان فهتلاقي مع اختلافنا ومع ثقافتنا ومع عنينا ومع رؤيتنا لمعنى كرة القدم اللي إحنا عايزين نشوف فيها المنتخب ومع تاريخنا ومع حاضرنا ومع مضينا القريب ومضينا البعيد الأراء مختلفة فبشكل طبيعي جدا هتنقسم الأراء وهتلاقي بقى على الجانب الآخر الإعلام الكابتن حسام حسن من اليوم الأول بل برضو من قبل اليوم الأول ما يبدأ هو شايف أنه مظلوم شايف أنه مظلوم فيما يخص أساسا أنه ما جاش اختياره كمدير فني إلا بعد اختيار إيهاب جلال ومن قبله حسام البدري ومن قبله شوئي غريب بينما هو كان بينظر لهذا المنصب من زمان قوي من أول ما هو نفسه اعتزل لعب كرة القدم وبالتالي هو نفسه شايف أنه ظلم في هذه المرحلة ظلم في الحتة دي ظلم في أنه لم يشعر بالتقدير اللي يخليه في المكان اللي هو بيرى أنه يستحقه تولى المسئولية وفضل الشعور ده لسه موجود فضل الشعور بتاع الناس اللي مش مقدراني لسه موجود اللي مش مقدرني هاني أبو ريدا اللي مش مقدرني اتحاد الكرة اللي مش مقدرني وزير الشباب والرياضة اللي مش مقدرني هذا وهذا وهذا والحقيقة إن الكل ما يقدرش ما يقدرش حسام حسن لكن أحيانا التقدير بيبقى أنت محتاج بس مش مجرد تقدير بالكلام أنت محتاج بالأفعال هو لم يشعر إن الأفعال موجودة حتى للأسف بعد ما تولى المسئولية فضلت أفكاره متجهة ناحية الناس اللي هم واضح جدا لو بصيت على المشهد تليهم أقل من اللي بيشيدوا الناس اللي متضايقة والناس اللي متضايقة دول كمان ممكن تقسمهم لعدة فئات ناس متضايقة من حسام حسن اللاعب اللاعب ناس متضايقة من حسام حسن المدرب بسبب صدمات عديدة حصلت ما بينه وما بينهم لما كان بيدرب ناس متضايقة من حسام حسن لأنه هو بكل بساطة مش مقتنع بيه فنيا ناس بكل بساطة وحيادية وموضوعية مش عاجبها شكل المنتخب ممكن يكونوا مستعجلين شوية لكن ممكن يكون ده اللي جواهم مش بسبب أنه هم متضايقين أو زعلانين أو مش مقدرين الكابتن حسام حسن ففيه برضو زي ما قلنا على مستوى الناس هتلاقي حاجات مختلفة هتلاقي على مستوى الإعلام بمحللي حاجات مختلفة لكن الملاحظ هو أن الكل متفق على أنه إحنا عايزين المنتخب يكسب دي الأرضية المشتركة اللي بين كل الأطراف اللي بين اللي زعلان من المنتخب قبل كده واللي بين اللي متفائل طول الوقت واللي بين المسؤول لأنه عارف أن نجاح المنتخب هيعلي اسمه واللي بين المحلل اللي في الآخر يهمه أن المنتخب يبقى كويس حتى لو كان المحلل ده تحديدا مثلا ما يحبش نجاح حسام حسن لكن عمره ما هيعرف يوصل لمرحلة أن بينما حسام حسن ناجح وبيحقق نتائج وموصلنا كاس عالم وعمل إحلاله وتجديد كويس وموصلنا أمم إفريقيا وبينافس على أمم إفريقيا إن شاء الله أقول يا رب يعني عمره ما هيعرف يكمل في المسيرة بتاعة الانتقاد على طول الخط أو في قول آخر هو قول الكابتن حسام حسن الفتي كابتن حسام حسن بيقوله على الفتيين فبالتالي إيه المقصود من اللي بقوله ده؟ إنه ما توقفش عند الناس دي وعلى فكرة أنا بقولي الناس دي ما قصدش إنهم أقليلين في حجمهم هم رأيهم يحترم حتى لو أنا مش متفق لكنها بتكلم على إنه وقوفك قدام العدد الأوليل ده بالهات والخد الكتيرة المتواصلة ضررها الوحيد هيبقى على المنتخب اللي هيزعل الكل هيكسب اللي مش عايزك تبقى موجود اللي هو فئة من ضمن فئات كتيرة قوي تكلمنا عليها لكن في الآخر هتبقى المشكلة الرئيسية في المنتخب وبالتالي مش عايزة أقول لك إقفل عينيك مش عايزة أقول لك غمض ودنك لكن اشتغل بس بأفكارك بأفكارك اللي هي فيها العدل فعلا بأفكارك اللي هي فيها التطور ليك أنت علشان تطورك أنت هيطور المنتخب بالتبعية في تطور علاقتك أنت باللعبين في مصطرة واحدة محطوطة أنت اللي موصلها لللعيبة في التعامل ما بين اللعب الكبير واللعب اللي مش كبير في رغبتك اللي هي صادقة جداً بلا أي تشكيك في أنك تحقق نجاحات لمنتخب مصر ومن قبلي لمصر نفسها ومن بعدهم ليك أنت شخصياً كمجد عايز تحققه فركز بس مع المنتخب وإحنا وراك والأصوات اللي ضدك هتقل والأصوات اللي معاك هتزيد مع النتائج ومع العدل ومع المستوى الكويس على ذكر الموضوع ده إحنا عندنا نماذج مختلفة كتيرة في التعامل مع الإعلام من المديرين الفنيين ترجمة نانسي قنقر